موسيقى السلام عليكم وأسعد الله مساءكم خرجت ابنة شاقيق الشاب المخطوف مدة 26 سنة عن صمتها وكشفت أمور صدمة وخطيرة لا يتقبلها عقل إنسان جرت وقاعها بمدينة القديد بولاية الجلفة ولم يتقفط لها أحد بسبب السحر والشعوذ والعياذ بالله وكتبت ابنة شاقيق الشاب على الفيسبوك أن الجاني والخاطف هو جار الشاب المخطوف اختلى به بعيدا عن الأنظار وقام بإخفائه داخل منزله بين الأغنم والمعز بعدما اكتشف أن يده زهرية أو زوهرية يستعملها في استخراج الكنوز ويستعمل دماءه أيضا لوضع الجن تحت سيطرتها ورهن أوامرها والأدهى والأمر من ذلك أن المخطوف كان يشاهد كل أفراد عائلته من النفذة ولكنه لا يستطيع التكلم معهم ولا الصراخ لياتوا لنجدتها وإنقاذها